ننتقل من الفاشن ومن دمعك لأول تليفون بتم تصديره وتصنيعه في مصر لحيتم تصديره لأوروبا ومن الصعيد لأوروبا وتصدير أول هاتف صنع في مصر طبعا من قلب الصعيد طلع تصنيع تليفون جديد ولحيتصدر عالميا وكمان نحن معودين أنه الشركات العالمية إن كانت الكورية الصينية الأمريكية وغيرها هي اللي بتصدرنا كل الأجهزة الإلكترونية وبتصدرنا كل التليفونات اللي نحن متعودين عليها بس أول مرة بنسمع بدولة عربية خصيصا بمصر وأكتر أخص من الصعيد طلع تليفون مصنع ولحيتم تداوله بألمانيا خبر كتير حلو أكيد خبر كتير مفرح لمصريين بشكل عام وقالت الشركة المصرية للصناعات السيليكون ولصناعة تحديدا تليفون سيكو تحت اسم سيكو وهي أول مصنع مصري للهواتف الدكية أبل أنه ما نحكي عن انطلاقة لأوروبا خلانا نضوي على قد مهم مثل مصر ودولة عربية تصنع تليفون بعد تقريبا ما شفنا بدول عربية ما في تليفوننا تحديدا من الصعيد يعني فكرة أنه طالعة مننا عن جد خبر جدا جدا ليش من مدينة مش من القاهرة أو غيره من الصعيد من قرية هي طلع هذه الشركة وطلع تصنيع كمانا تليفون هيدا انجاز كتير كبير لمصر تحديدا مثل ما ذكرت أنه نحنا معوادين ناخد كل الأجهزة الإلكترونية عالمية إن كانت سامسونج إن كانت هواوي أبل وغيره كتير من العلامات التجارية تبعية التليفونات والأجهزة الإلكترونية بس لما نعرف طبعا أنه جهاز مصنع بمصر كمانا خبر كتير حلو وأكتر أنه لحيتم تصديره عالميا لأوروبا شوح له نشوف مثل هيك أخبار وأنه تكون عم تنافس شركاتي نتوصل لمجال أنه تنافس شركات كتير كبيرة تحديدا بمجال التكنولوجيا تكنولوجيا صح يعني ومعروف مثلا أنه مصر ما رح تصدر معروف علي أنه رح تصدر عفوان الأمور الطبيعية مثلا معروفة بالقطن معروفة بكل هالأمور هاي بس أنه تصدر هلا بمجال التكنولوجيا هذا يعني تليفون ذاكي هيدا إنجاز أكيد لألون ومن هنقون عليه وذكرت الشركة أنه لح تبدأ بتصدير هواتفة لألمانيا بنوفمبر تشرين نوفمبر هيدا الحالي الشهر الحالي ضمن طبعا خططها وهي مضت على الاتفاقية بشهر أكتوبري يعني مثلا شهر ماضي على الاتفاقية لتصدرها على ألمانيا ولح يكون بهيدا الشهر طبعا كل أجهزة سيكو موجودة بألمانيا لكل الجالي المصرية حتى الجالي العربية الموجودين بألمانيا أكيد لح يشتروا هيدا الجهاز ولح يشجعوا لصناعة المصرية والمحلية وطبعا بتجد الإشارة أنه الشركة صدرت أجهزتها بالفعل للخليج قبل وبدأت ببيعة بدول أوروبية أخرى غير ألمانيا كمانا فطبعا هيدا توسع كتير كبير وتوسع للأرض كمانا مش بس على دول مجلسة الخليجة ودول عربية كمانا للدول الأوروبية ووقعت اتفاقية مثل ما ذكرت بأكتوبر مع شركة عالمية بأوروبا لتسويق منتجاتها وكمانا بتبيع سيكو لتأسست بديسمبر كانون الأول 2017 كمانا شركة نيشأة حالة فهيدا أكتر كمانا دليل دليل هيدا هني عجل نشتغلوا يعني بس من 2017 الشركة أساسيت وهلا نحنا بنهاية 2019 عم بتصدر الأجهزة الإلكترونية أو التليفون لأوروبا صحيح فأكيد ده إنجاز لألا وطبعا بدأت هيدا الشركة برأسمين مدفوع 200 مليون جنيه مصري يعني 12.43 مليون دولار بها واتف تحت اسم العلامة التجارية 9X طبعا فيه إذا دعم تحت 9X وقالت إنه لح تستخدم تصميم صيلي لتقنيت الجيل التالي والرابع بقلب للتليفوناتها كمان لح يتضمت أكيد جيل التالي ورابع وعلى أمل أكيد نشوف تليفونات سيكو عم يستخدموا جيل الخامس لتليفوناتهم نجد مصدر إلهام هيك أساس يعني تشوفي إنه شركة ناشئة ما صلى زمان إنه عندها القدرة إنه توصل لهذا التصدير لدول أوروبا ودولة عربية صدقا يعني مصدر إلهام إلنا هذا الموضوع